هزم تنظيم الدولة أم لم يهزم؟ تساؤلة كثيرة باتت تولد من رحم هذا السؤال خصوصا في العراق الذي أعلن منذ عام من انتصاره عليه لكن الواقع على الأرض في البلاد التي اعتادت على العنف منذ الاحتلال عام 2003 غير الذي يبدو عليه في التصريحات الحكومية فقد تكرر الانهيار الأمني في أطراف كاركوكا والموصل وآخر هذه الحوادث اختطاف مسلحين عادة ما يوصفون بمجهولين في الرواية الحكومية أكثر من عشرة أشخاص واقتيادهم إلى جهة مجهولة في ناحية الرشاد جنوب كاركوك وقبله اختطاف أربعة عمال من أحد معامل الكاشي من مسلحين مجهولين أيضا من داخل قضاء تلعفر غربي الموصل بينما تشير مصادر صحفية إلى أن الفاعلين هم عناصر منتنظيم الدولة وعلى الحدود السورية العراقية يؤكد محللون وخبراء عسكريون أن المئات من عناصر تنظيم الدولة موجودون في مناطق الجزيرة والبادية الممتدة على الحدود بين محافظة الأنبار وسوريا حوادث تؤكد لعراقيين مرة أخرى عدم استقرواية الحكومية فالحملات الأمنية التي تشنها القوات الحكومية ضد مدن بعينها مستمرة إذ تعتقل خلالها الأشخاص بتهم الإرهاب رغم تأكيد المنظمات الحقوقية براءة هؤلاء وتشكيكها بنزاهة ومصداقية القضاء الذي يستند في أحكامه على اعترافات انتزعت قصرا تحت التعذيب بحسب تلك المنظمات لكن السؤال يقفز إلى الذهن ويفرض نفسه على الواقع عن مدى صدق التصريحات الأمريكية التي أكدت هزيمة تنظيم الدولة في العراق وسوريا ما دفع الرئيس ترامب لصحب قواته بعد إعلانه أن مهمته انتهت في سوريا تاركا المجال أمام الميليشيات الإيرانية لتتوسع هناك بعدما أكدت سيطرتها على الحدود بين البلدين وأحكمت نفوذها شيئا فشيئا على العراق وابتزت مواطنيه وأعملت فيهم اغتيالا وإخفاءا وهذا يعني بالمحصلة أن كل ما جرى لم يكن حربا على الإرهاب بمعنى الكلمة بل فزاعة أبيدت بها مدن كاملة بالعراق وسلمت بكل سهولة لإيران وميليشياتها كما أظهرت الحقائق